السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر عحمد العبدو من قناة دروس عالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من مراجعة تلاتة الامتحانات. خدنا قبل كده فيديوهين فيديو خاص بالكلمات. وباقي اخدنا الجزء الاولاني من مراجعة الجرامر. لما كنت شفت الفيديوهين دول هزهلك الرابط بتاعهم بتتابعه في اعلى الشاشة انا بتكلم. او هنسيب لك الرابط في الوصف في اسفل الفيديو. او هتبقى لك الرابط في التعليقات اسفل الفيديو. ناخد بقى الجزء التاني من مراجعة الجرامر. وزي ما تعودنا واحنا بنقول السؤال بنقول معناه. وكمان بنستشهد ببعض الاسكرينات الخاصة بالقاعدة اللي احنا بنكلم عليها في السؤال. نمر ناين. يعني بقول لك تقرير مهم عن عن الرحلة الجوية. مبدئيا كده التقرير عن الرحلة الجوية مش هيكتب نفسه. تمام? فبالتالي التقرير يتم كتابة. وازن التقرير هنا الكلام اللي قبله نقضى كله في محل مفعول يكتب فهم مفعول كده. طيب ازن الجملة عندي ايه? مبني المجهول. تمام. يبقى انا عرفت الاول هل هي معلومة ولا مجهول? عرفت انا مجهول ازاي? ان اول كلمة في ايه? او اول جملة دي تعتور في محل مفعول. طيب وكلمة الان عرفت الزمن بتاعها. مضارع مستمر. يبقى انا عاوز ايه? مضارع مستمر في المبني للمجهول بتكون من الفاكرين. ام از ار بينج تصريف تالي تبقى ايه? اول واحدة لتر ايه? يعني تقرير مهم عن رحلة الجوية يتم كتابتها الان. تمام? نمبر تن. اللغة الفرنسية نقط اللي عايزوا لك ليست مثل اللغة الصينية. مبدأين كده? القاعدة كده اللي اتنين ايه صح? وبي صح. ودي اعتقد يعني دي خطأ في المعاصر غير مقصود. ليه? لان احنا قلنا لما نعوز عند التساوي الاول بين الصفة بقول ايه صفة از. طب عايزا في التساوي ده قلتو نقط ايه صفة از او نقط صو صفة از واللي اتنين صح. يبقى ايه وبي صح. تمام? نمبر الفن. ام سوري. قبل هنا سيمي كولونز. يور موبايل هاز انت بي انفكس ديات. الله بقول انا اسف. والله الموبايل بتاعك لم يتم تصليحه حتى الان. ايه نقط ان ثيرتي مينتس? وما تصلحش لحد الوقت. يبقى في خلال تلتين ديات اللي جاية هيكون تصلح. هنا الزمن ايه? هنا الزمن في المستعبل. طبعا المستعبل ايه? هل ويل هاف فكسد? ولا اس بينج فكسد? ولا ويل هاف بين فكسد? ولا اس جوين جوت فكس. مبدايا لما يكون بكلم على حدث سوف يكون انتهى في وقت معين في المستعبل. تمام? يبقى انا بتكلم على ايه? على مستعبل تام. يعني في خلال تلاتين ديات هيكون انتهى. تمام? ازا انا بتكلم على ايه? مستقبل تام. ارجع معاه للسكرين عشان نعرف تكوينه في المعلوم والمجهول. بالنسبة لزمن المستقبل التام. تمام? في المعلوم بقول لك فاعل تصريف تالت وبعكها المفعول واكمل او تكمل او المفعول او المجهول بقى مفعول تصريف تالت. زي المسال اللي عنده لك ايه? بكس بقى. يبقى انا هي سوف تقوم بحل الامتحان بحلول الساعة الحادية عشر. والامتحان سيكون تم حله بحلول الحادية عشر. تمام? طب استخداماته ايه بقى? احنا قلنا دايما ممكن توقف في الفيديو وتشوف الاسكرين براحتك وترجعها زي ما انت عاوز. مرة واتنين زي ما انت عاوز. بس عشان وقت الفيديو. هنا اول حاجة بنزل استخداماته. يستخدم مستقبل التام. انت عبر عن حدث سيكون قد تم قبل او بحلول وقت معين. قبل او بحلول. ودايما بنستخدم عبر زمنية زي كلمة ايه? باي او بيفور. وممكن استخدم برضو مستقبل التام. عشان عبر عن حدث سيكون قد انتهى. هيكون خلص. او تم. قبل حدث اخر في المستقبل. وهنا بيتوقف استخدام المستقبل البسيط او التام او المستمر على المعنى. حلطة حلوة دي بسرعة بقى كولها بسرعة. شايفي التالت امثال قدامي. سيكون التنظيف قد تم قبل وصول الام. لما ما ترجع هنكون خلصنا تنظيف المنزل. طب عند وصول الام سنكون بتنظيف. لما ما تيجي هننضف. تمام? طيب. سيكون التنظيف مستمرا لحظة وصول ماما. يبقى هنا الزمن المستقبل سواء تام او بسيط او مستمر يعتمد على المعنى بتاع الجمه. تمام? نرجع بعد السؤال بتاعنا. يبقى الحل عندنا هيبقى ايه? يا مصر انا كده هيبقى عند حلين. تمام? انت كده مركز معايا. انت كده الاتنين دول في المستقبل التام. طيب مستقبل التام معلوم ولا مجهول? شوف الكلمة اللي قبل النقط هل هي تقع في محل فاعل ولا مفقل? بمعنى ايه? هل الكلمة دية هي اللي قمت بالفعل ولا واقع عليها الفعل? طب هنا كلمة it. it هنا عادة على مين? عادة على الموبايل. يبقى الموبايل هيصلح نفسه? ولا يتم متصليحه? لا. هيكون تم متصليحه? يبقى دي مفعول? يبقى will have been fixed. تمام? number 12. هالة is not that. you can't depend on her. يقول لك هالة ايه? لا يمكن تعتمد عليها. طيب طب ما هي لو كانت امينة كنت اعتمدت عليها? اذا المعنى هنا غلط. طيب يعني هي اه كاتبة او موظفة غير امينة لدرجة ان انا مش هقدر اعتمد عليها. المفروض لو انا قلت ده برضو امينة برضو مع معنى غلط. تمام? فكده دي برضو غلط. لا الحل الصحي طبعا ايه? such a dishonest clear. ودي القاعدة بتاعة such. قلناها اكتر من مرة ممكن ترجع للفيديوهات اللي فاتوا تشوف اللي فيها عشان بس الفيديو ما تولش علينا. اقول هلك بسرعة. احنا قلنا قبل كده. اني دايما لما استخدم such بقول such a او an زائد صفة زائد الاسم واجيب بعد كده داته جملة عادية جدا. معناها جدا لدرجة an. تمام? يبقى هنا هالة تعتبر غير امينة جدا لدرجة ان ايه? انت ما تقدرش تعتمد عليها. تمام? السؤال ده تقرر في امتحان قبل كده. بس جايب كان جايب هنا هوة بعد was born لو انت فاكرين in. تمام? فاحنا قلنا لو في مكان مع حرف جر خاص بالمكان اجيب which. ده اول استخدامات which مكان where. طب ايه كمان انت اجيب which مكان where. ان لو كان المكان في محل مفعول بفكركم بها بسرعة. ده مسلا قلنا ايه? ده this is the house which my father bought. هذا هو المنزل الذي اشتراه بابا. بابا اشتراه المنزل. بابا فاعل. يشتري فعل هو المنزل المفعول. يبقى لو المكان في محل مفعول اجيب which. لو المكان زي اتحرف جر خاص بالمكان اجيب which برب. اللي اتنين دول مش موجودين. وعندي مكان. يبقى اختار وير عادية. يبقى نقول لك ايه? بورسعيد هي المدينة حيث اتولدت فيها طبعا twenty years ago من عشرين سنة. number fourteen. عايز اقول لك ايه? اشجار كتيرة. عايز اقول لك تم زرعها في الشوارع. هذي الايام خباك من نواديز. عشان يقالي الايه? التلوث. طب الاشجار هتصير على نفسها ولا يتم زرعاتها? لا. يتم زرعات. ازا الاشجار مفعول. اداة والنقطة. يبقى الجملة عندي مجهول. تمام? يبقى الاولانية غلط. والاخرانية تلاقي الاخرانية برضو مجهول. فالاولانية هالي بقى تلاتة مجهول. مدرع مستمر موضي مستمر الاول. مدرع مستمر وموضي بسيط. في المجهول التلاتة. طب نحادث الزمن. ناوديز في هذي الايام يبقى ده مدرع مستمر بس هجيبه في الايه? في المبنى المجهول يبقى لتر سي. بيكون من ايه? المدرع مستمر زي ما قلنا في رقم تسعة. قلنا بيكون من ام وازوار وبينج وتصريف تلاتة وهابلوهم مفهول يبقى لتر سي. ناوبر ففتين. مصر عمر لم يحضر الاولام يأتي الاجتماع حتى بدأ الاجتماع. ايه? مبدئيا كلمة تل. او ان تل. بيجي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط غالبا منفي زي كلمة ايه? هنا دي تل فيها جزء مشابه لقاعدة افتر والسنازين بيجي وراهم ماضي تام التلاتة. تمام? بتلاتة يبقى ايه? بس الحتة بتاعت ماضي بسيط منفي غالبا ما فيدي خاصة بيه بتيل وانت لبس. ناوبر سيكستين. اي كود انت ميت زهال تيتشور. انا مش قادر اقابل المدر بتعمل رأسك. هو كان مجغول. كلمة بايزي. بيقول لك يبلك فير بو تو بي زي بايزي. بيجي ورا فير بلص اي انجي. يبقى ميتين. مجغول بمقابلة بعض الناس. تمام? ناوبر ناوبر ناين. ها فيو ثوت نوات انافل بفور سليبن. او باو تردن. تو ريدنج. ويعجب له هنا ها فيو ثوت. هل انت فكرت فيه. يفكر فيه هنا او بيفكر عن شيء معين. النوفل بفور سليبن قبل النوم. هنا طبعا هتيبقى اباوت ريدنج. لاني بيجرى فير بلص اي انجي. تمام? طيب ناوبر تن. انا كنت عشان. عشان كده توقفت اللي كي اتناول بعض المشروعات الغازية. بسؤال ده اجي في احد المتحانات اللي احنا حلنا قبل كده. هتبقى لتر ايه. لانه ان فيه فرق بين stop والفعل في اي نجي. و stop طول مصدر. stop والفعل في اي نجي. معناه يتوقف عن الشيء ويمتنع عنه ماشي يعمله خلاص. لكن stop طول مصدر يتوقف لكي يكون بفعل الشيء. فانا بقول انا كنت عشان لذلك انا توقفت لكي اشرب مشروبات غازي. والله انا بؤمن بكل شيء هو بيقوله. ده هو يعني كذاب. هل هنا هو اكيد هو كذاب? ولا لا يمكن يكون كذاب? طبعا لا يمكن يكون كذاب. اذا انا بتكلم في قاعدة ايه? دي قاعدة الاستنتاج. طيب الديدوكشن هنا الاستنتاج لازم نحدد له المضارع ولا مات. انا بقوله مضارعه ايه برضو مضارع. اذا بيكلم على استنتاج في المضارع. طيب استنتاج مبنى على دليل قوي ولا دليل ضعيف. تمام? طيب هل هقول مي بي? بقول لك انا بؤمن بكل كلمة بيقولها يبقى مش في استنتاج ضعيف. تمام? طيب هنا شو ده كان يكون في هنا يعني واحد بيلوم نفسه او بيندم طبعا مفاش كلام ده. طيب يا ترى كانت بيه ولا مسته هافين هتبقى طبعا كانت بيه. لا يمكن يكون كذاب. بصوا معي الاسكرانية ديت عشان افكرك بالايه? الاستنتاج. لو انت فاكر كنا قلنا في الوحدة اللي هي يونت تين سفر متين تلاتة وتلاتين. كنا متكلم على او الاستنتاج في المضارع. قلنا عشان اعمل استنتاج مدنى على دليل قوي في المضارع. قلت مست او كانت زائد المصدر. ده لو كان معلوم. طيب لو مجهول هجيب مفعول في الاول. ومست او كانت بيه والتصريف التالي. تمام زي الجملة اللي عندنا يعني. شوف المثال كده. محمد صلاح is healthy and fit. محمد صلاح عند الواقع بدنية وصحي. يجب اكيد ده هو اكيد بيعتنب صحته. اكيد بيعمل تبارين كتير. اكيد ما بيأكلش اكل كتير. طب عايز اجيبها مجهول محمد صلاح is healthy and fit. صحته عند فتنس واليقع بدنية بتاعته. اكيد يتمي اعتنب بيها. اكيد يتمي اعتنب بيها. اذن لما كن بكان في المعلوم بجيب مست او كانت زائد المصدر. لو مجهول اجيب مفهول في الاول ومصد او كانت وبي وتصريف التالت. طبعا لو كنت بكلم على استنتاج قوي. طب لو مبنى على دليل ضعيف. قالك هتجيب مي او ميت او كود والمصدر. لو مجهول هتقول ميت او مي او كود وبي وتصريف التالت. تمام? ده لو كان في المجهول. قدامك اللي عم سلم كنت توقف الفيديو وتقرها براحة. تمام? نجيب على السؤال بتاعنا. يبقى الحل بتاعنا هيبقى هنا هيبقى اكانت بي. تمام? نومر اولف. اول سكول از افيري اول وان. مجيب لهنا سيمي قولنز. بول المدرسة بتاعتنا مدرسة قديمة. اتنوات ان ناينتيم تونت ثري. ده تم تأسيسها سنة الف تسعمائة تلتة عشرين. ركز معي بقى. البول المدرسة تقوم قديمة. تمام? طيب وستة الف تسعمائة تلتة عشرين ده في الماضي. تمام? طب هل المدرسة هتأسس نفسها? طبعا لا. ازان هنا ايه ديت عادة على المدرسة? ازان ايه ديت هنا مفعول. ضمير مفعول. تمام? بدأ جملة بدأ بدمر مفعول. يبدأ ايه? يبدأ زمن مبني المجهول. تمام برضو. ازان المبني المجهول كلمة دي مش مجهول. دي بره دي. طب برضو ديت الماضي مستمر في المعلوم دي بره. طب هادي ولا طبعا هتبقى يعني هنا لان الماضي البسيط في المجهول بيكون من وتصريف تالت. طب ليه ما اخترانش التالتة? التالتة عشان تجيبها مجهول هتبقى هات بين تصريف تالت. وما فيش الكلام ده هنا. تمام? يبقى ليه ترضي. مامبر ثرتين. having signed the documents. يعني بقول لك لما مضى اله اه هو وقع يعني على الاستمرارات او ال documents الوثائق. اللي هو الزبون. them to the lawyer. عايز اقول لك اخاتهم ليه? للمحامي بتاعه. تمام. خليب لك بقى. احنا قلنا في الماضي التام. قلنا لو عندي حدثين. الحدث الاول من حدثين تمه في الماضي بقى ماضي تام. يعني هاتو تصريف التالت. وانا في الصياغ بتعبر عن الماضي التام او بتحل محل الماضي التام. شوف الاسكنانية دي معايا كده. كنا خدنا كلام تطبعا في الواحدة التانية في تيرمي الاولاني. صفحة مية واحداشر. في زمن بتاع الماضي التام. لما ان في بعض الملاحظات الاضافية انت ممكن توقع في فيديو زي ما اتفقنا. وترى الحاجات اللي انا مش هو العشان لوقتي بس بتاع الفيديو. تمام? هنا بس اللي هي من الملاحظة التانية دي. بقول لك ايه في الملاحظة التانية هنا بقى. بقول لك هنا ان انت ممكن تجيب رابط زمني. تجيب ماضي تام. تمام? مبنى معلوم. تجيب بقى كما ده بسيط. تمام? الرابط الزمني دي طريقة من طرق اللي او بعد الصياغ بتاع الماضي التام. ممكن تجيب تصريف تالت زي الجملة اللي عنده اجيب ماضي بسيط. ممكن اي نجي. وهي كما ده بسيط. وكامل الجملة. اشوف المثال كده. بعد اعملت الشوبينج وقفت تاكسي روحني. نفس الكرام برضو. يبقى كأنها بتقول لك ايه? ممكن اقولها برضو ده لو كيت معلوم. بالمناسبة لو كيت مجهول هعمل ايه? هلك هتقول تصريف تالت او تصريف تالت على طول. ديت السيغطين دول ينفعوا يجب فين في المجهول بالنسبة للماضي التام. نرجع بقى للماضي بتاعنا. هنا بيقول لي بقى. بقى بتحلم حال الماضي التام. هيعمل ايه الزوم بقى? طبعا هيودي العقد بتاع المحامة او الوثقة دي المحامة او الاسمرة دي المحامة. يبقى ايه? يبقى هنا ليتر بي. ماضي بسيط. نمر فورتين. ايانج بوي فاوند ذا جول رينج. هيقول لك في شاب يقول لقى ايه? الخاتم الدهب. جايب لك نقط. اللي احنا بنبحث عنه في كل مكان. هنا لو تلاحظوا الاختيارات كلها جايب لك هنا حرف الجر مع اللي ايه? دمائر الوسط. نرجع للسكرينا عشان نفتكر ازاي بيستخدم حرف الجر مع دمائر الوسط. طبعا خدنا في الواحد ال 11 صفحة 319 ان في بعض الملاحظات المتفوقين قال لك ان انت ممكن تستخدم حرف الجر ازاي? طبعا نقطة يمن الرقم اربعة. ممكن تقرأ رقم واحد واتنين وتلاتة وتوقف في فيديو وتقرام براحتك. اللي يمن رقم كم? اربعة. بقول لك هنا ايه في تستخدم. بقول لك احيانا لاحظ ان الفعل يتحكم احيانا في حرف الجر الذي يسبق او يأتي بعدها من دمائر الوسط. يعني ما نجيبش حرف الجر المزاجي. ده غالبا حرف الجر يجيب عشان الفعل. شوف المثالين اللي قدامي كده. هو قلت شيء غير مهذب. هو بيقول ان هو مشغول. يعني ايه? اللي بيقصد به يعني ان هو مش يخرج معي او هو مش عاوز يخرج ايه? هزا المساء. لان كلمة مين بيتيجي معاها حرف الجر ايه? يبقى يا جماعة حرف الجر بيجيبه مقصود مع الفعل اللي بيبقى موجود في الجملة. تمام? نرجع للسؤال بتاعنا. شوف السؤال هنا بقول ايه بقى تاني? طبعا الفعل هنا ايه? طب لوك هنا يقول لك اللي احنا كنا بنبحث عنه. طب ايه الحرف الجر اللي بيجي معلك ويديني معنا يبحث عن طبعا كلمة يبقى تبقى ايه? اللي احنا عن طريقه وعنه بنبحث عليه. تمام? نامر ففتين. علي بيكلم مجد. علي بقول له ايه? هل انت كنت في الاحتفال او المارجان الليلة الماضية? قال له no. I not go there. طبعا راح ديولي مستر السؤال بيبقى ايه? يبقى هاجيب وير وعشاني وحاولت لايه هتبقى was. يبقى no I wasn't. غلط يا جماعة. ده جملة سهلة ومعظمكم بغلط فيها. المشكلة هنا ام تختار was aware وام تختار did. او ام تختار verb to be وام تختار verb to do. دايما يا جماعة verb to do اللي هو do او does او did مزبط او من فيه جوارها مصدر الفعل. وverb to be was aware. تمام كده? واما وزار. ممكن يجيب ورهم فعلي في اي نجي لو كانوا في الاستمرار. ممكن يجيب ورهم تصريف تلك اللي هكونوا مقول. لكن عمرهم ابدا ما يجيب ورهم مصدر. فبالتالي ايه هو بي غلط? فبالتالي هتبقى letter A? letter C. لان بيكلمي في الماضي. انت كنت في الاحتفال الحلال الماضية. قالوا لا. انا ما كنتش او انا لم اذهب. I didn't go there. تمام? number سيكستين. my mother not I'll set the table. هزول لك ماما كيف بتعمل ايه? انا سوف اكون بايه بقى? باعداد الصفرة او ازا يقول لك ايه? هجاز الصفرة او افرشها يعني. يبقى ماما عملت ايه? يبقى كده ماما تات الغداء بالفعل. يبقى has already cooked lunch. ده مضارع تام في المبني المعلوم. خدنا جملة شبهة من كم امتحان كده بس جات مجهول. كان بيكلم على ايه? على في الاول تمام? يبقى هنا بالفعل. ماما بالفعل. بطهي الغداء. انا هقوم اعمل ايه بقى? هقوم ارتب الصفرة او اجاز الصفرة. تمام? number nine. they have decided to join the club. they not it. هنا جابلي في جملة لانتم اختم بالكم جاب كلمة ايه? have decided to. يعني لقد قرر ان. لما يكون في عندي قرار مسبق. مش قرار سريع. لو قرار سريع كنت خدت على طول will join. ملاحظة هنا سريع بقى. بيقول لك هنا القرار السريع ممكن تقول لك ايه? they have just decided. بيقول لك مع ايه? مع المدرعة التان. او يقول لك زي decide now. يقرر الان. يبقى الحاجات اللي لما تيجي معناه ان ده قرار سريع بيختار will والمصدر. لكن لو قال لي have decided او decided that او had decided. يبقى ازا بيكلم على قرار مسبق ازا اختار am is are going to زاد المصدر. يبقى letter b. تمام? وذيت احد اشكال المستعبل. يعني بقول لك هما قررهم ان هما يلطحوا بالنادي. هما سوف ينضموا او يلطحوا بيه. تمام? number ten. نيرمين. يعني خلت او جعلت الفني نو يصلح لها الووشنج ماشين اللي يلغى السالة. ركزوا معي بقى. احنا قبل كده في الواحدة الستة والسؤال ده بيقرر على طول. لو انتم فاكرين طبعا الناس المتابعين هتعرف ان هتكلم عليه. الواحدة الستة السببية. يعني ايه السببية? يعني بخلي شخص او حد تاني يعملي الحاجة دي. تمام? عشان كده انا الشخص بقى لا يتعامل للحاجة يبقى انا مفعول لاجله. واجيب بعد كده. ايه? الفعل اللي هو او بمعنى اصحة جيت او هاف او هاز. مدرعة او ماضي يعني. بحكي اجيب الفعل ايوم الفعل. واجيب بعدها لو مع جيت هجيب طول مصدر. لو مع هاف هجيب مصدر بس. ده لو كان معلوم. طب لو مجهول مكان الفعل هيجي المفعول. يعني مسلا لو جملة دي طبعنا عليها الكلام ده. هيبقى عشان تبقى مفعول. فلو جي المفعول هنا كده كده هيجي وراءة تصرف تلت. سواء كان فيه هاز او هاف. حتى لو كانت جيت اللي كان بيجي معاته المصدر في المعلوم هيبقى وراءة تصرف تلت برضو في المجهول. فهنا الفني انا نرمين جعلت الفني يصلح الغسرة بتاعتها يبقى هنا لان جيت موجودة فهجيب معاته المصدر. بس هنا في الماضي طبعا مفيش مشكلة. نمر الافن. هنا بقول لك ده اسوأ مباراة. انا شفتها في حياتي. خيبك بقى. عشان تعرف هتختار ايفر ولا نيفر. تمام هنا? حتى مش جايب هنا نيفر كمان. بس انا لازم نرجع لك لحياتة بتاعت ايفر ونيفر ام تنجيب هم. واحدة واحدة بقى بصوا شوف الاسكرينة اللي معايا ديات النهاردة. طبعا ديات في الوحدة الاولانية. بكونوا بكلم على المدرع التام. كانت صفحة ثمانية وتلاتين في المعاصر. ديات بعض الملاحظة الاضافية زي ما انت فانا ممكن توقع في الفيديو وتشوف الحاجات اللي بدنا ما تجيب بسرعة. بقى كانت شغل بيديو تاني عشان تكمل النقطة اللي عاوزها دي. اللي يهمني هنا بقى اللي هي النقطة التانية دي بقى. يقولك انت ممكن تجيب جملة تفضيل مع ايفر وتصريف تالت. في اخر الصفحة هنا يقولك ايه? ممكن تجيب جملة المقارنة او صفة المقارنة مع نيفر. افتكرهم بقى. يبقى لو بيخوارك في مقارنة. والتفضيل مع ايفر ونيفر. نيفر معها مقارنة لكن ايفر معها تفضيل. شوف المثال بتاع ايفر كده. this is a cleverest student I have ever seen. that is the most delicious food we have ever eaten. تمام? يبقى ان اجاب الكليفرست وموس دلشيس سواء صفة قصيرة او طويلة مع مين مع ايفر في الايه في التفضيل. لكن ممكن تقع في الفيديو برضو وتشوف الامثال الازيادة ديت. لكن لو جبت مع ايفر يقولك انا I have never seen a student cleverer than this. عمر ابد ما شفت طالب امهر واشر من ده. we have never eaten food more delicious than that. عمرنا ابدا ما اكلنا طعام افضل او اكثر او لذيذ اكثر من الطعام ده. يبقى هنا خلاصة الكلام. نيفر مع صفة المقارنة لكن ايفر مع التفضيل. نرجع للسؤال بتاعنا. هنا في number 11 بيقولك this is the worst. worst is the صغة التفضيل. football match I have طبعا هتبقى ايه? ever watch it. طبعا من فحش اقول I have already watch it. I have just watched. I have yet watched. اولا هنا yet بتجي فخر الجملة المنفية او فخر السؤال. تمام? already. ممكن تجي بين have و have وتصريف او has وتصريف التالت هي او just. بس المعنى هنا ما ينفحش لملك دأس واموراه. I have ever watched. سبق لي قبل كده ان انا شفته. تمام? number 12. is called verna is my cousins. العربي اللي اسمها verna او نوحا verna. دي بتاع ابن عمي. يبقى العربي هنا غير عاكل. فبتكلم على ايه? على which. تمام? طبعا نفحش هوم ولا هو. وبتكلم على الملكية. who's غلط. number 13. would you mind giving me bread? هل عندك مانع تعطيني بعض الخبز? خباك بقى. واحد يقول للمسر ده ده السؤال اللي بهاجيب اني لا استنى. احنا قلنا ممكن نجيب some فين? في سؤال العرض والطلب. وده سؤال ايه? ده طبعا سؤال طلب. فبقول لك ايه بقى? هل عندك مانع انك تعطيني بعض الخبز? تمام? number 14. he must be that he came first for three years. هو اكيد ايه? لانه هو ايه? بقول لك طلعي الاول لمدة ثلاث عوام. مبدئين كده امشي لو انت القاعدة مش فاكرها ابدأ بنظام الاستبعاء. واحدة واحدة كده. كلمة enough clever. المفروض احنا قلنا صفة قبل enough. يعني المفروض كان لك clever enough فديه غلط. هنا so clever student قلنا so with that اللي موجودة في الجملة بيجي بينهم صفة فقط فهي انها برضو غلط. طب such clever a student such clever a student احنا قلنا بيجي بعد such a او an والصفة والاسم بقى كزا تيبقى الحل الصحيح هيبقى ايه? هيبقى letter d. عايزولك ان هو اكيد ماهر او طالب ماهر لان هو يبقى هو بيطلع الاول لدرجة انه بيطلع الاول بقى له تلات سنين. تمام? number 15. many employees. طب هي كلمة employee يعني ايه? وemployer يعني ايه? صاحب العمل. الموظفين اللي عندي صاحب العمل ده. بللك موظفين كتير يعني بيتم دفع لهم فلوس عشان يقوموا بالاعمال الحكومية كل يوم. الموظفين دول بيتدفعوا فلوس ولا يتم دفع فلوس لهم? لأ يتم دفع فلوس لهم. ازان الموظفين هنا مفعول. تمام? ازان انا حددت الوجهة بتاعتي معلوم ولا مجهول? لا هنا مجهول. فبالتالي ار بينج غلط? وهنا where being غلط لأنه دوله المعلوم طبعا عندك letter B or had been يقولك everyday كل يوم يبقى مضارع البسيط في المبنى المجهول يبقى letter B number 16 what not nadir tomorrow he has had an operation recently وعايزوا لهم إيه رأيكم نروح نزوره نادر غدا ده هو عنده إيه؟ ده هو عمل عملية مؤخرا هو ده إيه؟ ده يعتبر اقتراح ارجع معك بسرعة على الاسكرين ديت عشان اتفقرك بالاقتراح كنا بنتكلم في الوحدة الرابعة لو انتم فاكرين اللي هي بتاع making suggestion تقديم الاقتراحات كانت صفحة 272 و 273 طبعا زي ما اتفنى ممكن توقع في الفيديو وتشوفه عشان دي في حاجة كتير مطوبة انا هعلى بس يسرعني عليها وقرأ براحتك عشان تتسكر القادة تمام؟ احنا بنحاول يا جماعة نحاول نلم اكبر قدر من القواعد من خلال سكرينت اللي حنا بنعملها دي تمام؟ هنا اول حاجة في الاقتراح هو انه ممكن اعمل اقتراح باستخدام اسئلة او ممكن اعمل اقتراح باستخدام جومة الخبرية لو عملتك تراح باستخدام اسئلة زي ايه زي كلمة what about يعني بيقى راه مصدر ING ماذا عن how about برضو بيقى راه اسم او فعل في ING ما رأيك في او what about what about وhow about have you considered زياد الفلزة ING هل فكرت في ان؟ would you consider برضو بيقى راه ING هل يمكن تفكر فيه؟ have you thought about ماذا عن؟ why don't you لماذا لا؟ what if you او we زياد المصدر ماذا لو؟ shall we زياد المصدر تمام؟ may I suggest ING wouldn't it be better to دي كلها جماعة وسائل للإقتراح ازاي عامل اقتراح عن طريق الاسئلة طب وبرضو بالمناسبة برضو نراقع ازاي نعمل اقتراح عن طريق الجملة الخبرية طبعا let's زياد المصدر تمام؟ هنا اللي هيا بنا ممكن رأيه we could او we can او we should تمام؟ او you should او you can I would suggest زياد النون اول ING I suggest you بيقى راه مثلا مصدر او شود والمصدر تمام؟ I think you we should I would recommend we should probably consider perhaps or maybe you we could او شود زياد المصدر وبما يمكنك أن it's just an idea I suggestion but you we would دي كلها برضو وسائل اقتراح my suggestion would be or my recommendation would be to المصدر او نعمل افكرة ايه او نعمل افكرة دي كلها جماعة وسائل الاختراح تمام؟ نقبل السؤال بتاعنا هنا بيقول لنا what not another tomorrow يبقى وط ايه طبعا هنا what not visiting another tomorrow يعني ما رأيكم في زيارة نادر غدا ده هو عمل ايه عملية مؤخرا number nine having not the document were given to the lawyer خباك بقى طبعا الحاجات اللي اجبت لها سكرينة قبل كده في الامتحانات اللي فاتت اكتر من مرة بحضرش اجيبها تاني بس عشان من واشي نكرر الكلام بس انا برضو بعلق عليها سريعا عشان الناس اللي اول مرة يشوف الفيديو بتاعنا قلنا قبل كده جمعنا فيه سيغ من سيغ الماضي التام نعم نجيب لك having having وتصريف تالت دي تعتبر حدث اول لو كانت معلوم او لو كانت مجهول having من وتصريف تالت وبعد كده بيجيب بقى بعد القمة الجملة التانية لو جملة التانية دي بدأت بمفعول يبقى انا اختر صغة المجهول في الاول لو بدأت بمعلوم هجيب صغة المعلوم في الاول طبعا هنا اقول لك having وطبعا في الاختيارات كلها كلمة sign sign يعني يوقع تمام الوسائق تم اعطاها للمحامي هل الوسائق عادت نفسها لا ده تم اعطاها اذا الجملة عندي في المهم المجهول يبقى تبقى having been sign يعني اول ما الوسائق تم توقعها تم اعطاء الوسائق للمحامي يبقى هنا توقيع الوسائق ده حدث اول ماضي تام في المجهول وطبعا هنا الاعطاء الوسائق للمحامي ده حدث ماضي بسيط في المجهول برده تمام يبقى having تصريف ثالث او having been تصريف ثالث ده حدث ماضي تام تمام يبقى انا اخترت لترسي نمبر تن انا شكرت طبعا المدير التنفيذ بتاع الشركة نقط اللي انا بشتغل عنده بشتغل لصالحه بل خمساشرة سنة اللي انا بشتغل عنده هو اذا ما بكام على شخصه عاقل يبقى هو تمام طبعا اي مصر ما قلتش with whom لو قلت with whom I worked ما كانش لازم تقول كلمة for تمام يبقى هنا يبقى هنا I think executive manager of the company who I worked for 15 years وطبعا لو قلت with whom انا كده بشتغل معاي يبقى انا مدير التنفيذ زيه لا انا بشتغل لصالحه تمام نمبر 11 the team players performance الاداء بتاع الفريق بتاع اللاعبين was bad can say last match because they played a lot of matches هما لابوا معتشات كتيرة without taking a risk من غير ما ياخدوا راحة they not exhausted exhausted يعني منهك او مرهك جدا اذا انا بكلم دلوقتي ما بتاقي هنبولك was bad اداءهم كان سي زي بلايد هما لعبهم يبقى انا بعمل استنتاج في الماضي اذا c غلط ودي غلط تمام طيب استنتاج بقى مثبت اللي اتنين مابنين على دلوقوي دلوقوي ان هما لعبهم معتشات كتيرة بالتالي اكيد هما منهكين يبقى the letter a must have been exhausted تمام number 12 there is an old school in our neighborhood في المنطقة بتاعتنا في مدرسة قديمة but او في الحي بتاعنا يعني but it needs لكنها need ايه ركز معا بقى هو عايز يكلمك هنا على الفعل need طب الفعل need ده بنسميه فعل ايه هل فعل ناقص ولا فعل ايه ده بنسميه فعل شبه ناقص بصوا معا في السكرينة دي الاول كنا خدنا في الوحدة التامنة لما كنا بالكلم في الباسف على حاجة اسمها models and semi models لأفعال ناقصة وشبه ناقصة تمام الكلام ده كان في صفحة التسعين في الوحدة التامنة تمام في الترمي التاني هنا بسرعة كده طبعا احنا نقولنا ممكن توقف الفيديو وتقرع براحتك وتشوف الأمثلة براتك خالص عندنا في أفعال ناقصة بسيطة أفعال ناقصة تم الأفعال الناقصة البسيطة زي ما سقولك زي will we can وكده كريم will buy a tablet يبقى tablet will be bought ده الفعال الناقص لما يجب في المجهود I won't study history history won't be studied can Rudy ride can a bike be ridden تمام where should I park where should the car be parked ده كله في المعلومة ناقصة طب الأفعال الناقصة بقى التامة لما يقولك I will have finished the report يبقى she must have lost the keys the keys should have been lost تمام وبنفس التراكد طيب النقطة التي يهمني بقى رقم اتنين يقولك ايه أنا أفعال شبه الناقصة اللي اسمها semi models semi models زي ايه زي use the to or to have to has to had to ملاحظة أن كلها فيها to will have to have got to has got to need to needn't من غير to طبعا لأنني ما بقول needn't ما يجبشو to we dare to أو daren't تمام نشوف المثال طبعا اللي هي كلمة needn't في الجملة دي وده طبعا شبهها ردينة needs to write some paragraphs ردينة تحتاج أن تكتب بعض البراغرافهم معلوم طبعا إذا كيما ما بقول هابد بالمفعول هو some paragraphs need to be written يبقى need to بوتصريف الثالث طيب I have got to fix the door أو this door يبقى this door has got to be fixed برضو ما بقول في حاجة اسمها برضو تعبارت تاني زي كلمة be to be able to be allowed to be about to be bound to be going to be likely to be obliged to be supposed to نفس الطريقة Tom is about to buy a mobile a mobile is about to be bought she is to leave this bad job this bad job is to be left تمام buy hair تمام من كنتوا في الفيديو جانا ما قلنا وتشوف الجزء العسل الرابع راح تقال سنرقع للسؤال بتاعنا يبقى هنا لما يقول لي but it needs needs يبقى to be built يبقى لك هنا في مدرسة قديمة في الحي بتاعنا لكن هي بتحتاج أن يتم بناء مرة أخر تمام نمبر 13 have you bought the housework for our mother have you thought sorry have you thought طبعا thought ليه أصلا think وthink يقول حرف think about يبقى think about doing تمام نمبر 14 it's two years since we not to the Egyptian museum دائما كلمة سنس بتحير ناس كتير أول بتلخبط ناس لو ما ركزوش مع أن قعدتها سهلة جدا بصوا معاي في السكرينة دي تلأول لما كنا بنكلم في يونة وان في صفح تسعة وتلاتين كنا بنكلم على بعض الملاحظات الخاصة بالمدرعة التانية تمام انت ممكن توقع في الفيديو برضو وتشوف الملاحظات اللي قدامك بس أنا اللي يهمني دلوقتي الملاحظة اللي في الآخر دي تمام لما قولك starting point or لما عوز أستخدم أساليب بقى عشان عبر عن بداية الحدث أو المدى الاستغرق الحدث شوفوا نقطة اللي الصوت ها سواء ما كده بقولك يعني 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 مثلا يعني دي فترة عدة فترة 21 سنة منذ محمد بدأ يعيش فين في أسوان يبيني يا جماعة القادة بتاعتنا واجيب ماضي بسيط نرجع بقى للسؤال بتاعنا هنا في نمبر 14 بيقول لي إيبيني يا جبرا ماضي بسيط يبيني يا تبا وينت تمام نمبر 15 بابا عنده بعض المشاكل في القلب وإحنا هنروح طبعا المسرح عشان نشوف مسرح يا جميلة المسرحية والبرنامج والمتش والفيلم والمسلسل ومعاد الحصة ومعاد الأطر ومعاد الروتوبيس يسمعها مواعيد ثابتة في المستقبل أستخدم المضارع البسيط للتعبير عنها والمضارع البسيط يتكون من فعل مصدر مع أو اسم جمع أو فعل في أو اس أو اس مع أو اسم مفرد هنا أقول لك يبقى جيب تمام يا جماعة يبقى المسرحية أو المسرح هيفتح الساعة يبقى معاد ثابت نمبر ناين أنا تم دعوتي لحفلة عيد ملاد مه وجايب لي هيبقى عندها سبعتاشر سنة طبعا ديها تصيغ المستقبل تمام خلي بقى جمعها بدل أنا رأي حفلة عيد ملاد مه وهيبقى عندها سبعتاشر سنة يبقى أنا بأتكلم على حقائق يبقى والمصدر لأن احنا قلنا احد استخدامتها التعبير عن حقائق قلنا عرض وطلب وتهديد وعيد فاكرين وقرار سريع تنبأ بدون دليل لكن ديها تتبقى ايه حقائق يبقى نمبر تن نوع نادر تمارو هي هزها اللي حللنا السوال تقريبا في الامتحان اللي قبل اللي فات اللي هو بتاع الاقتراح خدناها في احنا قلنا معاناها ايه مش موجود اللي نبي جورها مصدر وضع يوني جي انما اسمها ايه يبين ما رأيك في برضو حللنا سؤال زي ده قبل كده ان كلمة لما جيبها في تمام كان في صفحة روامية وخمسة شوه معاه برضو بسرعة وانا اللي ما خدنا بالنسبة لفعل ناخد الاول بسرعة كده وممكن توقف في فيديو زي ما انتفقنا عشان تشوف المعلومة بالتفصيل قلنا احنا قبل كده ان باستخدم الفعل بمعنى يجعل او يجبر تمام في صغة سببها في المعلوم باجيب فاعل واجيب مفعول ومصدر طبعا ميك حسب الزمن طب لو مجهول زي جملة اللي عندي لا جملة اللي عندي مش مجهول يا مصدر زي ايه مفعول اجيب بي حسب الزمن يعني حسب الزمن اجيب ميد واجيب طول مصدر شوفوا لك ايه بقى في الاول مصر محمد مصر محمد الفاعل ميد سواء ميك او ميد بقى طب اللي تحتها بديت بدأ بمفعول يبقى لو بدأت بفعلي بقى معلوم مش هجيبته مع ايه مع ميك طب لو بدأت بمفعول هنا بقى هجيبته مع ميك وصاره طبعا ميك حسب الزمن اللي هي فيه تمام فهنا بقول نرمين جعلت نرمين هنا فاعل جعلت الفني يعمل ايه يصلح الغسالة فبالتالي هنا هتبقى ايه هتبقى طبعا كلمة اللي هو المصدر فقط وليس توفيكس انما لو اقول لك اتكنيشن وز ميت هتروح هي لتوفيكس تمام مامر توالف بورسعيد ايه نوات ايوز بورن توينت ييرز اجو بورسعيد دي اتي للمدينة حيث ان ولدت من عشرين سنة خليبك بقى جايب لي هنا حرف الجر وجايب لي هنا سيتي مكان هو بورسعيد يبقى المكان مع حرف الجر اختر ايه تمام اختر ويتش على طول نرجع للسكرين عشان نشوفين ازاي بنستخدم حرف الجر مع ويتش ومع اللي يقولوا على ضمائر الوصل اول حاجة هنا نشوفها هنا زي ما انتم شايفين ان حرف الجر مع ضمائر الوصل بسرعة كده لا تأتي حرف الجر قبل ذات وقبل هو بل تأتي بعدهما في نهاية جملة الوصل تمام ماشي كده بعدهما في نهاية جملة الوصل ما انتم شايفين كده طيب ممكن ان تأتي حرف الجر قبل او بعد كل من يعني ويتش ويتش او ويتش وفي الاخر ويتش النقطة اللي تأتي مني بقى الرقم تلاتة لا تستخدم حرف الجر تشير الى المكان قبل او بعد وير وما اللي بعمل ايه بجيب شوف الجملة ما ينفعش اقول ولا وفي الاخر غلط تمام يبقى الحل بتاعي بقى ايه طبعا تبقى باني جاب لنا حرف جر ويتش دول بيدولوا على ايه على المكان وحرف جر جائب لنقطة على طول ممكن اقول بقى اكي اقول ودي بقى برضو صح العربي دي نقطة باي العربي دي نقطة يشتري خيبك بقى لو قلت مفروض جيب جملة كاملة دي ما تنفعش طب عايز بعدها اسم واجيب واجيب ذاته جملة كاملة مش موجودة برضو غلط طيب لا ولا اقول مفروض عايز جملة كاملة برضو ان ما هقول ايه ان السيارة هنا غالية جدا لدرجة انني لا استطيع ان اشتريها وقلنا ان كلمة صفة مصدر دي غالبا بتدي معنى سلبي مش دايما يا جماعة غالبا عشان في خطة اشاني بقولك دايما معنى سلبي لا هي غالبا تدي معنى سلبي تمام زي المعنى اللي قدامنا هنا ان العربية غالية جدا لدرجة انا مش قادرة اشتريه تمام نمبر 14 نقط ماي بين ماهر I can't find it anywhere do you see have you seen would you see will you see واحد واحد عشان ما اطلعها باشي بقولك هل انت لقيت الالم بتاعي يا ماهر بدا المهر جاب لها كومة وفاخر السؤالي بدا منادة هل انت لقيت الالم بتاعي يا ماهر ده انا مش لقيه في اي مكان خباك بق I can't find it anywhere yet ده اثر 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 ايه اثر انه هو بيدرع الالم بتاعه فهو مش لقيه لما يكون جملة الاثر في المضارع يبقى مضارع تام وهاجب هنا سؤال يبقى have you seen my bin maher I can't find it anywhere انا مش لقيه في اي مكان ده اثر ان انا دورت عليه تمام يبقى لما تكون جملة الاثر في المضارع اجب مضارع تام طيب يا مصر لو كان بقى جملة الاثر في الماضي يبقى ماضي تام تمام يبقى هنا لتربيه نمبر 15 do you know how long ago نوات where telephones invented telephones were invented where telephones being invented ولا telephones were being invented مابدايا كده كلمة how long ago تمام ديها بيجو وراها مضا بسيط والجملة كلها مضا بسيط تمام بس انا عايز اجيب صيغة في مضا مستمر كمان عايز اجيب الصيغة الصحيحة في المضا البسيط بس يقول لك do you know هل تعرف how long ago بدل جابلك في اقول do you know do you can you tell me والحاجات دي كلها يبقى بعد ادات الاسفام زي هاولونج اجو ديها بجيب صيغة خبرية ولاس استفهمية يعني يا مصر صيغة خبرية ولاس استفهمية صيغة خبرية بعد هاولونج اجو او ايات استفهم نتيجة في نص السؤال يعني بجيب وراها الفاعل وبقى الفاعل ازا where telephones او where telephones الاتنين دول غلط ايه و سي فاضل telephones where و telephones were being invented طبعا ايه التليفونات ماستمردش فترة من الزمن لا ده هنا بقولك telephones were invented ده حدا استمى في الموضوع انتهى يبقى موضوع بسيط فيه للمجهول يبقى telephones were invented تمام نومر سيكستين لم يقى بتكلم ماذر لم يقى بتقول للمومتها ايه remember not some fruit mother يعني افتقر اشتري ايه فاكهة يا ماما فطبعا ماذر الماما الامة اللي تلاقي ايه don't worry I will do ما تلاقيش انا اعمل كده طيب remember احنا خدنا لها قاعدتين ودية تجامعة كانت موجودة في الوحدة الخمسة تقريبا صفحة تلتمية تنمية وستين كان بيقولك في بعض الافعال بيجو وراءة طول مصدر او ويتغير معناها وفي بعض افعال اللي يتغير معناها اللي قدام ديها بيتغير معناها ازاي لو قلتلك غير معناها يتذكر ان يفعل تذكر انه فعل اذا مع طول مصدر الحاجة لسه هتحصل لكن remember اللي حاجة حصلت وافتكر انه عملها تمام فطبعا ممتك بتقولك انا هعمل يبقى لسه الحاجة هتحصل يبقى letter D يبقى remember طول مصدر تمام number nine at the age of ten في سن العشرة I took courses at انا اخدت كورسات في ايه English and French خليب اجبع بقولك في السن العشرة انا اخدت كورسات في كلا من الانجليز والفي اللغة الفرنسية شوف معاقي اللي انا مجهزها لك ديت عشان تعرف انا اصد بها بالقاعدة بتاعت كلمة ايه اللي انا اخترها دلوقتي بص معاقي بالنسبة لإستخدامات كلمة both both and تمام طبعا هنا بقولك both and ديت بس تخدمها امتى عشان اربط اسمين صفتين فعلين ظرفين شوف الأمثلة هنا صفتين هي تعتبر يعني فيها صفة الأدب وكمان clever ماهرة هنا فعلين هنا ظرفين يبقى كلمة both كلا من تمام يبقى هنا عايز اجيب لك بين تربط بين اسمين صفتين فعلين ظرفين نرجع على السؤال بتاعنا يبقى هنا هتبقى هنا كلمة both تبقى both English and French هنا تربط بين اسمين تمام نومر تن people not have showers more often in summer to stay healthy عايزوا لين الناس يعني عايزوا لك المفروض ياخدوا مثلا shower douche يعني اكتر في الصيف عشان يبقى جسمهم جسم الصحي stay healthy had to don't have to should طبعا بالنسبة للمعنى letter b وليتر دي غلط طب هات to ولا should بيكلم على حقيقة وعدم متكررة اذا بيكلم في كلمة should مش هات to وشود هنا استخدمناها ممكن اقول للنصيحة للإكتراح واللي تنصح تمام يبقى يبقى people should have showers نمر 11 i think it's the executive manager انا شكرت المدير التنفيذي of the company اللي بتاع الشركة i worked for 15 years يبقى هنا خليه بالك بقى انا شكرت المدير الشركة التنفيذي اللي انا كنت بعمل فيها مبدئيا كده كلمة وير غلط لانه وير ما يجيش قبلها حرف جره مباشرة تمام طب هو ده بيكلم على المدير اللي بيعمل فيه ده بيكلم على الشركة اذا هنا هم بتنفعش العقل وهم برضو غير العقل غلط يبقى طب انا لأي قلتها احنا قلنا لما يجيب لمكان مع حرف جره بيجيب ويتش ما يجيبش ويتش وقلنا مكان حرف جره بالنسبة لويتش ممكن يكون قبلها مباشرة زي الجملة اللي عندي ممكن يكون في اخر الجملة في الجزء الاخير يعني زي الجملة اللي قدام واحد يقول لي مصر طب كلمة فور اللي هنا ديت ما هي ديت حرف جره هجيبتنا حرف جره مع بعض لا هنا فور خباك بقى فور دي جاي عشان ايه عشان كلمة ففتين ييرز يبقى لمدة خمستاشر سنة يبقى هنا انا شكرت المدري التنفيذ بتاع الشركة حيث كنت اعمل لمدة خمستاشر سنة تمام يبقى هنا اتويتش ات جاي عشان كلمة وور وانا غالبا الحرف الجره اللي بيتحكم فيه هو الفعل زي ما خدنا مثال ابي كده في الامتحانة الفاتد بتاع طبعا هنا do you help will you be helping are you helping will you help طبعا تبقى will ليه لانا بستخدم will لو انت تفاكرين كنت قولت عشان ايه عشان الطلب يبقى العرض والطلب بتجده مع كلمة ايه مع كلمة will واحد بقول له ممكن تساعدني في السؤال ده لو سمحت number 13 I believe every word he says والله انا انا اؤمن بكل كلمة هو بقولها هي نقاط هو ايه maybe lying احتمال لكم بيكذب must have lie احتمال كان يجذب كان يجذب can't have been lie ولا can't be lie ما بدأيا حدد الجملة زمانها ايه عشان تشوف هيبقى استنتاج في المدارع ولا استنتاج في الماضي شوف معالي اشتركنا دي الاول كده قلنا قبل كده لو كان عندي deduction الاستنتاج استنتاج في المدارع قلت الاول عندي لو كان معلوم هيبقى فاعل must أو can واجب مصدر لو كان مجهول يبقى مفعول must استنتاج قائم على دليل قوي في المدارع طيب النقطة التانية لعمل استنتاج قائم على دليل ضعيف في المدارع بجيب فاعل might may could والمصدر لو مجهول ما بين المجهول هتبقى مفعول might may could be والتصرف التالت طيب نرجع لجملة بتاعتنا هنا الجملة بيقول I believe انا اؤمن بي every word ده مدارع اهو كبه التالي ده استنتاج في المدارع يبقى c غلط وبي غلط طيب نشوف may be lying ولا can't be lying الاول هنا بيقول لك انا بقم بكل كلمة بيقولها يبقى هو اكيد كاذب ولا لا يمكن يكون كاذب طبعا هنا لا يمكن يبقى letter d يبقى can't be lying تمام نمر 14 we would like fish for lunch يعني we would like حنونا we would like بيقول راه ايه to المصدر تمام يبقى هنا letter a احنا عارفين كلمة like لو حدها بيقول راه فعلي فاين جي لكن like ولوفو بريفير التلاتة دول بيقول راه فعلي فاين جي لكن لو سوقهم كلمة would وجيب بعدهم to ازان هيبقى to المصدر تمام نمر 15 to keep away from coronavirus عشان تبعد نفسك عن coronavirus face masks اللي هو ايه بقى اللي هو المصدر اللي يحوط آلوش يعني المصدر اللي هنحوط على وشين عشان نحمل نفسنا يعني المصدر هل هو هيلبس نفسه ولا يتم لبسه زي بقولهم ازان هنا ده مفعول تمام ازن ده مبني المجهول حلو اوي ركز بقى طب لو عندي صغة مبني المجهول اجيبها ازاي مع الافعال الناقصة شوفوا الاسكرينا الاول عشان نعرف في الريسكرين هنا بيقول لي نحن اخذنا الكلام ده في الوحدة التامة صفحة التسعين بقول لي طبعا انت ممكن تجيب لفعال النقصة في المجهول زي كان ويكود وشال وشود ويل وود ومي وميت ومست دول كلهم لو ما عوز اجيبهم كل اللي بعمله بجيب وراهم بي وتصريف ثلاث بس لازم ان يكون قابلهم مفعول زي جملة لعنبي مثلا كريم will buy a tablet a tablet will be bought هنا يقول لك ايه I want to study history history won't be studied can Rudy ride a bike where should I park the car where should the car be parked يبقى بعد الافعال النقصة بجيب بي وتصريف ثلاث بس الشرط يكون قابلها مفعول ممكن توقع في الفيديو زي ما اتفقنا ممكن تشوف الافعال النقصة لقدامك وترجع المعلومة كاملة عشان بس وقت الفيديو ما بقاش ايه بقاش تغول علينا تمام نرجع لسؤالنا بقى هنا بقى ديت مفعول لانه هو يتم ارتداء ومش هيلا بس نفسه يعني طب يتم ارتداء يبقى شوت بي وتصريف ثالث يبقى لتر بي يبقى شوت بي وورن ايه كلمة وورن ديات وورن التصريف الثالث من وير يرتدي تمام نور سيكستين وير نوع عمر ايه هاينت مت يو لاتلي هو انت كنت فين اين كنت يا عمر انا ما شفتكش مؤخرا يبقى هنا تبقى ايه طبعا تبقى هاف يو بين يبقى هنا يا جامعة تصريف ثالث من كلمة بي يكون اين كنت مالاش علاقة بجان تو وبين تو لاناس ما فيش تو ولا فيش مكان يبقى الثالث يبقى لتر سي نور ناين they were meals that we ate them all هنا بقى جايب لي كلمة بيقول لهم كانوا ايه meals يعني عايز يوصف الواجبات ان الواجبات كانت ايه لدرجة ان احنا كلناها كلها يبقى so tasty such tasty too tasty ولا such a tasty مابدايا كده so tasty عايزة كلمة that تمام كده وهنا ذات اهو فلقلت so tasty بس لكن لو جاب لي اسم منفعش يجيب also لانه سو بيجيو ورها so الصفة او الحال الزرفي يعني with that طيب هنا جاب لي such tasty meals ديها تبقى صحيح تمامي بقى ليه تربيه ليه بقى قلنا قبل كده ان such بيجي بعدها a او an واجيب صفة واجيب الاسم واجيب بعد كده ذات وكمل طب two tasty two two صفة two مصدر فاكرينها هنا ما دنفعش جدا لدرجة قانلة وانا غالبا معناها سلبي such a tasty المفروض كان قال لي بعدها اسم مفرد كان قال لي such a tasty meal انما قال لي هنا meals يبقى ليه تربيه الصح وشوفنا عنا الاسكرينة ديت عشان برضو تأكد الكلام بتاعنا هنا كلمة such وجايب هنا نقط that معناها جدا لدرجة an طب النقط دي بيجي عليها ايه بيجي a او an بعد كده هجيب الصفة تمام او اسم مفرد معدود وذات طب لو في او an طب لو ما فيش او an هجيب الصفة واسم غير معدود او اسم جمع زي ما قلته يعني احمد it's such a helpful student that we all love him طب هنا it was such a salty soup او they are such a kind people يبقى هنا ممكن اجيب او an وممكن مجيبهاش على حسب الاسم اللي بيجي بعد الصفة تمام نجيب عكاة نمبر 10 عاجل هنا العربية اللي صاحبها يبقى ابن عمي اسمها ايه فيرنا طيب دلوقتي ذكار العربية وجيب او an المالك صاحب الشي يبقى اذا على طول تبقى ايه يبقى هوز تمام يعني العربية اللي صاحبها يبقى ابن عمي اذا هنا كلمة هوز بيجي قبلها اسم وبعدها اسم يعني يبتقع بين اسمين الاسم اللي بعدها يبقى مالك الشي اللي قبلها نمبر 11 بقول لك ما فيش سكر كفاية يبقى ايه يعني انت مثلا جاي تعمل مثلا شاي او قهوة او كده وبصوا على سكر مليتش سكر كفاية يبقى اللي ايه المفروض كنت اشتريت بعض الشاي او بعض السكر يبقى انا اذا انا بتكلم على الندم او اللوم ارجع معايا الاسكرينة دي بسرعة عن الجرامر كنا اخذنا في استخدام او في الوحدة تقريبا كانت الوحدة الخمسة او لا الوحدة كانت الوحدة العشرة استخدام مصد فاكرين بتاع الاستنتاج المبنى على دليل قوي مصد وكانت والاستنتاج المبنى على دليل ضعيف تمام كده في المدارع وفي الماضي وفخر القاضية تلمح بسرعة جدا في كتاب المعاصر على ايزاية تستخدم شود او اوتو للتعبير عن ايه شاف في الاخرين رقم اتنين ندم او لوم كان يجب ان افعل او كان يجب ان لا افعل حسب المعنى بتاع جمنا تمام؟ شوف المثال يقول لك ايه كان يجب ان اقوم باخذ ده في الوقت المحدد ان فيه ندم كان يجب ان تصل مبكر عن كده يعني تمام؟ نرجع لي سؤالنا فان عايز يقول كان يجب ان اشتري بعض الايه السكر يبقى تبقى لترسي يبقى ايه شود هاف بود كان يجب ان اشتري نومر تولف بولك المدرس عايزه لك ايه بقى كان بشرح الدرس مثلا ودلوقتي هو بيسأل الطلاب بعض الاسئلة الان ركز معاه بقى في جملة واحدة واحدة هنا في الجملة موجود ايه؟ كلمتنا وفي الاخر هيه الان اذا انا بكلم هنا على حاجة بتحصل دلوقتي طيب الحاجة اللي حصلت دلوقتي ديه بنولع لها جملة الاثر يعني دلوقتي المدرس شرح الدرس والاثر بتاع الشرح بتاعه بقى انه هو بيسأل الطلبة دلوقتي لما تكون جملة الاثر في المدارع بجيب ايه؟ بجيب مدارعتها يبقى لترسي تمام؟ يبقى هاس تمام؟ واحدة يقول ليه مصر طيب ما لقمولش ازاي هقول المدرس بيشرح الدرس ودلوقتي بيسأل الطلاب الآن طب ازاي بيشرح وبيسأل لا هو شرح وبعد كده هو دلوقتي بيشرح النتيجة للشرح اللي هو شرح يعني وطبعا ووضو هاد ماضي بينفعوش طبعا نمبر ثرتين منها منها عملت ايه بقى؟ الواجب او العمل المنزلي نقط عايزوا لك ايه؟ يعني قبل ما تخرج تمام؟ طيب هنا يقول لك الاول اللي عندي حدث ايه؟ حدث اول اللي هو هاد ضم الحدث الاول من الحدثين في الماضي ماضي تاني والحدث التاني ماضي بسيط وممكن نجيب مكان الماضي بسيط فعلي فاقي نجيه قلنا ازاي لم يوجد فاعل وفاعل ما فيش فاعل يبقى افطر ولا افطر ذات ولا بيفور ولا تل هنا المفروض تبقى ايه؟ تبقى بيفور تمام يبقى هنا بيفور جوين يبقى هي خلاصة العمل المنزلي قبل الخروج واحد يقول لي مصر طيب ما احنا قلنا ان افطر ذات بتساوي بيفور تمام بسي لما بيجوا وراهم جملة كاملة فما ينفعش اقول افطر ذات جوينج اوت لا المفروض افطر ذات واقول ايه؟ شي مثلا وينت اوت تمام بعد ذلك هي خرجت اللي هي بتساوي بيفور لكن ما فيش فاعل وبجيب اي نجيه بيفور فقط هنا دي حاجة جامعة خاصة بيفور وافطر فقط بيفور وافطر اذا لم يوجد فاعل بنجيب اي نجيه حتى لو قلت لها مصر ان بيفور بتساوي بيزة طيب ينفع بيزة طيب ما ينفعش بيزة طيب طب افطر بتساوي السوناز ينفع السوناز يجو وراها ينجيه برضو ما ينفعش وما الاهلي بيجيهم افطر ويبيفور فقط نمبر فورتين ازولك بعد اجراء العملية على عينه مثلا يعني المرة ده اخذت المريض وقت تويه الحجرة تمام مبدايا كده افطر هاد بين غلط وهاد اوبرات غلط ليه؟ عشان افطر عشان اجيب الصغاطين ده لازم يكون في فعل وراها وما فيش فعل يبقى دول غلط فاضل عندي اقولت انا بكلم كده على زمن مستمر ما فيش اي حاجة دول على استمر ده انا عندي حدثين حدث اول وحدث تاني الحدث لو انه عمل عملية على عينه والحدث التاني انه ياخدوه ودول الحجرة ازا هتبقى وانه ينفع اجيب او اسم بعد افطر ازا لم يوجد فاعل يبقى بعد اجراء العملية على عينه الممرضة اخذ المريض ودته الحجرة هنقول بقى نقطة تانية برضو انه المفروض كانوا اضحها عن كده احنا قلنا قبل كده ما بيجيبش بعد الراوابط دي اتفعل فا انجي اللي ازا كان الفعل واحد في الجملتين بس انا الفعل من مش واحد لانه مش معقول ان الممرضة هي العملية العملية تمام كان المفروض ايه قال لي مثلا افطر وكان في جملة تانية مثلا ايه زا دكتور آسكت زا نيرس كده يكمل يعني عالسان دكتور هو العمل العملي يبقى افطر اوبراتين اصلها افطر دكتور هاد اوبراتد اون مثلا هز ايه هز هنا عايد على البيشن او ممكن اقول لي اون هزا بيشنز ايه على عين المريض يبقى كده اصله جملة فبتال الصح عندنا لتر سي number 15 I can't come with you to the training tomorrow ولا مش عاد راجع معك بكرة التدريب I know at an appointment with the dentist دي انا عندي معاد مع ليه معطبي الاسنان خليه بقى انت دلوقتي بيطوله انا مش عارفة جمعك التدريب النهاردة تمام انا عندي معاد مع الدكتور الاسنان اختري صغر ايه من مستابل will have ولا am going to have ولا have been ولا am having طبعا تبقى ليه تردي لو مدرعة من السمر وانا مدرعة من السمر لابن يكون فيه ترتيب واعداد بجيب مدرعة من السمر طب هنا بقى انت خدت خطوة لانتو فاكرين تريدنا في اولا وفي تانية عندما يمنعك شيء من القيام بشيء انت مرتب له ايه الشيء اللي بيمنعك ده بيبقى مدرعة من السمر تاني تاني اقول هالك عندما يمنعك شيء من القيام بشيء تاني انت مرتب له ايه الشيء اللي منعك ان انت رايح للدكتور ايه الشيء اللي انت كنت مرتب له انه هو التدريب لما حاجة تمنعك عن حاجة انت كنت مرتب لها قبل كده تمام يبقى دلوقتي انت بجيب مضارع مستمري بقام هافنج تمام وقدت خدتوا تقريبا مثال اولى مثال خاص بكده بتقول انا من زميلكم مسلا انا مش فاكر مثال بالضبط قوي بتقول مثلا ايه ان انا بتقول لصحابك انا مش اخرج معاكم لان انا هقبل عامي في المطار تقريبا كالمسال كده فكنا بنستخدم مضارع مستمري في الجملة دي تمام يعني وانا تنساش تكتب التقرير او مثلا تحضر التقرير لما تخلصه طب انا عندي فورجيت بيجارها اي ني جي التانية او طول مصدر الاخرانية طبعا اي و سي غلط طب اللي هين فيهم ارجع معا الاسكرين عشان افكرك بالقاعدة دي لو انتوا فاكرين كنا خادنا في نطفاها في الترميل الاولاني كانت صفحة تلتماتين وسبتين في بعض الافعال بيجارها طول مصدر و اي ني جي وفيه وجود فرق في المعنى طبعا زي كلمة stop و remember و regret و forget ممكن تقع في الفيديو وتقعرهم براحتك بالامثلة بتاعتهم وتشوف المعنى تمام تمام كده وعندي برضه forget و try و go on اللي هين من هنا ايه كلمة forget تمام شوف المثال كده انا نسيت ان انا احضرت الكتاب اذا انا جبت كتاب ونسيت ان انا جبته يبقى الحدث تم انا هجيبه بعد كده يبقى لسه الحدث مش تمش تمام ماشي يا جماعة يبقى هنا forgetها ونرجع على سؤالنا بقى هنا بقول لك don't forget ما تنساش تحضر التقرير لما تخلصه when you finish when you finish يعني لسه لما تخلصه finish مدرع بسيط تمام يبقى لما تخلص تقريرها اتجيبه اذا الحدث لسه ما تمش يبقى هنا تبقى don't forget to bring تمام يبقى لا تنسى ان تحضر التقرير عندما تنتهي منه لكن ما تنفعش اقول له ايه don't forget bring ما تنساش ان انت احضرت التقرير لما تخلصه ازاي بقى ما تنفعش number nine it's three weeks نقط we traveled to our village فاكرين القاعدة ديت قلنا دايما it's three weeks ديت it's زائد period of time بجيبه رابط زمن ايه واجيبه رابط بسيط طبعا هنا since خدناها بكتب بعض الامتحانات لما قلت لك it's زائد فترة زمنية since زائد جملة ماضي بسيط جملة معنا هي ايه احزول لك مرة ثلاثة اسابيع منذ ان سافرنا الى القرية يبقى هنا هتبقى since number ten we not holidays to the moon in the near future it's predictable احزول لك احنا عايزين نستخدم هنا الصيغة من الصيغة المستقبل هل هي are having طبعا الحرف اللي هنا منصح شوية ذا having are going to have will have have طبعا هنا في الاخر بقول لك it's predictable يعني يمكن التنبؤ بيه وانا قبل كده لما كن بتنبأ بشيء مبني على عدم وجود دليل زي يقول لك التنبؤ بدون دليل يعني يبقى جيب ايه will have تمام وحتى ذكر لكلمة predictable يعني من المتنبأ بيه او يمكن التنبؤ بيه يبقى هنا will have number eleven sorry i can't mind this laptop but how amory can tell you how it نقط هنا اغلبك بقول لك اعسف انا مش مش هقدر او لا استطيع ان اصلح اللابتوب ده ازا اللابتوب عطلار مش متصلح بقى عمر لكن عمر can tell you how لكن عمر ممكن يخبرك كيف ايه تاعد عمين على اللابتوب ازا ايه تنا مفعول لازم تبدأ اجابتك صح بدأ الجملة اللي انا هتكملها هنا بدأ بمفعول ازا دي جملة مبني المجهول ايه بقى ايه غلط وبيه غلط عشان تقول مبني معلوم طب was being demanded ولا كان بيماندد لو كانت was being demanded هو كنا لو قال لك هو بقول لك هنا في الاول اللابتوب مش متصلح ازاي بقى يقول لك it was being demanded لقد تم تصليحه وهو كده يبقى غلط برضو يبقى كده المعنى مخالف او معنى متناقض يعني زي يقولهم تمام يبقى الحال الصحي يبقى ايه كان بيماندد ان هنا قلنا لما عوز اجيب مبني من الجهول او فال ناقص في المبني من الجهول بقى جيب الفال الناقص سواء كان اول او شال او شد واجب بعدهم بي واجب تصريف ثالث يبقى كان بيماندد يبقى هنا عمر ممكن ايه يقول لك ازاي هو اللابتوب يعني سيمكن ان يتم تصليحه number 12 we not on the beach every morning when we were in مطروح last summer بولك احنا ايه بقى احنا كنا معتدين احنا نتماشى على الشطق يعني كل صباح لما كنا في مطروح الصيف الماضي يا طرى used to walk where used to walk didn't used to walk got used to walk واحد طبعا اول ما يشوف السؤال ده بتاعه يقول بس ده الواحد هيحتاس بقى ومش يعرف يحل لأي احد وهي بقى في عند الاخبطة وارتباك لا 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 اولا الجملة سهلة جدا لان في اختيار واحد صحي اللي هو صحي من ناحية التراكب اللغوية والبقى كله غلط ركز معايا used to walk دي صحي من ناحية التراكب اللغوية طب where used to walk دي غلط ليه المفروض كان قال لي walking طب didn't used لا المفروض كان لك didn't use غير دي طب good used to walk لا good used to walking زي where بالزبط فبالتالي الحل الصحيب ايه letter a تمام number 13 despite being a heavy smoker despite معناها بالرغم من يعني على رغم انه هو يعني مدخن شاره يعني مدخن شاره يعني ممكن يشرب البلدين سجار في اليوم او تلاتة ويقال له زي بوله بالبلد كده ايه حريق سجارة حريق سجار يعني he gave not when the doctor advised him ولك هو اعطى ايه لما طبعا هو عامل ايه يعني لما الدكتور نصحه طبعا give هنا لوحدها يعني يعني يعطي بس لما تيجي مع تعبير مع حرف من حرف الجارة او الاستخدام هنا هيتغير معناها اذا هتبقى letter b gave up smoking يبقى هو اقلع يعني تدخل لما الدكتور نصحه بالكلام ده number fourteen I called Mr. Amr not son came first in the competition انا اتصلت بمصر عمر ابنه عايزو لك ابنه يعني هنا اه اللي هو يبقى طلع الاول في المسابقة which طبعا مفعش which مع مصر عمر ادوير ما قبلش هنا مكان طب هوز ولا ويضهم لا هوز ليه هوز يا مصر لان هوز معناها الذي ابنه طلع الاول في المسابقة فدائما هوز بتيجي بين اسمين مصر عمر دي اسم وصن دي اسم كمان son اللي اسم اللي بعد هوز بيبقى ملك لما قبل هوز يبقى تابعه يعني يبقى انا اتصلت بمصر عمر اللي ابنه يبقى هوز صن تمام نمر ففتين leaving the front door open ياسر دي طرق الباب الامامي مفتوح بالامس there flat اشاء بتاعتهم لما هما تركوا الباب يعني مفتوح اشاء بتاعتهم robbed يعني سرقت ولا ما سرقت شي but fortunately it wasn't لكن اللي حسن حظهم لم تسرق اذا كان ممكن تتسرق يبقى could be could have been must be would have been ناخد واحدة 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 كده بقول لك ايه بقى leaving the front door open yes or die الجملة هي نفسها من ايه ماضي بسيط تمام اذا كلمة could be غلط لان ايه دا استنتاج مبنى على دليل ضعيف ايه في المضارع ودي غلط طب مصط بي دا استنتاج مبنى على دليل قوة في المضارع برضو غلط يبقى ايه ويسي غلط عشان دول مضارع ونعايزين ماضي طيب يا تارى could have been ولا would have been لا هي could have been لان كلمة could او may او might لما يجوا مع have been يبقى دول استنتاج في الماضي وكمان مبنى على دليل ضعيف في الماضي يبقى اذا كان شايتهم ممكن تتسرق لكن اللي حسنا حظهم ما تسرقيتش يبقى could have been تمام يعني من غير المستحسن بحاجة محدش بين صاحبها يعني انه واحد يشتغل بدون ايه بدون راحة you not do it can't or to would shouldn't طبعا هنا هو بقول ايه يعني المفروض ما تعملش كده اذا كلمة would هيبقى غلط لانه دول مثبتين طب you can't لا تستطيع ان تفعل ذلك لا اما انا ممكن اشغل من غير طراح هنا عايزا صحك يبقى ايه يبقى you shouldn't لا يجب ان تعمل بدون راحة تمام يبقى letter d number nine the boy travels in the street is my neighbor's son عايزا للولد اللي يعني ايه بيعمل مشاكل في الشارع يعتبر ابن جارنا خلينا بقى احنا هنا بنتكلم في relative clauses او relative pronouns لها ضمائر الوصل او عبارات الوصل تمام نرجع بقى بسرعة لسكرينة كده عشان ارجع الجزئيها اللي انا هكلم فيها في السؤال ده بسرعة لو انتم فاكرين لما كنا بنتكلم في ضمائر الوصل يعني عندنا اكتر من من نقطة ضمائر الوصل طبعا النقطة الاولانية كانت استخدامات ضمائر الوصل الاساسية نقطة تانية استخدام ضمائر الوصل مع حرف الجار ونقطة تالتة ازاي نحذف ضمائر الوصل اول حاجة طبعا احنا انتفقنا انا بقول المعلومة بسرعة وبحاول ارجع معكم اكبر قم من القواعد من خلال ايه السكرينات البجبالك دي تمام فانت ممكن توقع في الفيديو وطيرها براحتك عشان لو في نقطة مش واضح بالنسبة لك تمام هنا اول نقطة ممكن احذف ضمائر الوصل لو ايه الحالات بقى عند حالتين لو كان مبني المعلوم او مبني المنكهوم تمام طب لو مبني المعلوم يتم حذف ضمائر الوصل ويضاف الفعل ايه يبقى التصريف تالت ويبقى فيه تصريف طب نشوف المثال كده الولد اللي لابس قميص ابيض شيرت ابيض يعني يعتبر ابني الولد اللي بيلبس اذا انه اندي معلوم فالك ايه بقى شلنا هو وشلنا ايه واسبنا ورنج زي ما هي طيب نقطة تانية المجرم اللي اتقبض عليه مبارح هنا المجرم اتقبض عليه فبالتالي هنا المجرم ده مفحول يبقى مبني المجهول فعشان بقى احذف ضمير الوصل البطريقة صحيحة ممكن اشيل اشيل هو واجيب بس خلي بالكم الجملتين صحية سواديت او دي بس احنا بنكلم على حالات حسف ضمير الوصل ونرجع للسؤال بتاعنا بقى هنا في السؤال بقول ايه بقول لي كده الولد هو اللي بيعمل مشاكل تمام فبالتالي مش هينفعول اقول who was made ده كده خليت الولد مفحول دي غلط ولقلت the boy made طب في الاخر بقول لك is my neighbors نجمع هنا مضارع يبقى هو ميكينج ولا ميكينج بس لا هتيبقى ميكينج بس نمور تين وعزو لك ان هو جار بسرعة لدرجة ان هو فاز بالسباء بسهولة تمام نشوف الاسكرينة بتاعتنا كده طبعا السو ذات وساط شزات ديت من القواعد التراكمية تمام ركز معي بقى هنقول الاول ان كلمة سو معناها الى هذا الحد او الى تلك الدرجة تمام طيب وصول لما يجي معها ذات جدا لدرجة ان طيب هنا بقى الخطأ الشيء عندنا ركزوا فيه اوي اللي هقولوكو على الوقت كلنا حفظين سم ان سو صفة ذات لكن بننسى ان ممكن سو يجي بعدها ظرف واجيب ذات زي الجملة اللي عندنا تمام فاي ممكن مسلا نقولك ايه احمد is so clever that he always comes first يعني احمد ماهر لدرجة انه هو دايما بيطلع الاول طيب هنا تحت هنا بقى اتريند so heavily ذات يعني جو بامطر بغزارة لدرجة ان هي بقى the streets looked like rivers الاشارع بقت مثل الانهار تمام يا جماعة يبقى ممكن اجيب ظرف بعد so او بين so ذات اجيب ظرف او اجيب ايه صفة تمام نرجع للسؤال بتاعنا هنا بقول لي he ran that لو قلت هنا such quick that مفروض عشان اجيب such quick اجيب بعدها انا اقول اسم لو قلت he ran quick that لا ما هي quick هنا مفروض يجي ظرف عشان توصف الفعل لانه هنا quick صفة لكن quickly ظرف طب تو quick طب فين التو تاني عشان تبقى جدا لدرجة ان لا ما ينفعوش اذا هنا يا liter ايه so quickly that جدا لدرجة ان نومر الافن does your father usually his shoes polished زولك هالباباك دايما او عادة يعني بايه بيلمع الجزمة بتاحته خلي بالك احنا قلنا قبل كده في في السببية في المدارع البسيط لو انتم فاكرين لما كنا بنتكلم على get وعلى كلمة have قلنا لما يكون مبني للمعلوم تمام كده بجيب مع get to لو مبني المجهول بجيب تصريف ثلاثه مجيبش تو زي الجملة اللي عندي هنا لما قلت لك does your father usually هتبقى هنا get his shoes polished احنا قلنا قبل كده الفكرة بتاعت السببية ان هنا السببية بتبدأ دايما بحاجة اسمها مفعول لاجلو يعني الشخص اللي هيتعمل من اجلو الشيء يعني بعد كده بجيب الشخص اللي هايقوم بالشيء تمام كده بجيب بعده هاف او هاز لو كانت في المعلوم بجيب بعد get تمام كده مصدر لو في المجهول بجيب بعد هاف او هاز و جيت بجيب ورهم تصريف ثالث وهنا جبها اللي بقى هنا في صيغة السؤال does your father usually get كان اصله جملة ايه كان اصله جملة my father usually get his shoes polished تمام هنا بقى بعد كده نمبر 12 one the gold medal he was very happy خليبها لك بقى هل how will be four ولا after ولا soon as ولا having انا بكلمين على كم حدث يا جماعة على حدثين الحدث الاول ان هنا فياز بالميداليات الزهبية الحدث التاني انه كان سعيد تمام طيب واحد يقول لي يا مصدر بدل حدث اول حدث تاني يبقى على طول after افتقر بحاجة مهمة افقرك بيها before وafter كان بيجورة جملة كاملة تمام after بيجورة جملة كاملة ماضي تم يعني فاعل وفاعل لمساعد بقى تصريف ثالث وbefore بيجورة جملة بسيط يعني فاعل وتصريف تاني تمام هنا اصلا ما فيش فاعل في after وفاعل غلط طيب اس وناز نفس الكلام عايزة جملة كاملة اذا هتبقى having وhaving دي يا جماعة احد صياغ الماضي التاني اصلاها كان ايه اصلاها كان after he had won the gold medal he was very happy تمام فممكن اشيل after واشيل he واشيل هاد وحط having وتصريف ثلاثة على طول يبقى having won number 13 it's not that محمد صلاح has renewed his contract with liverpool recently اذا اقلقات قيلة ان محمد صلاح يعني ايه قام بتقديد العقد بتاعه يعني مع liverpool مؤخرا تمام طيب هنا was saying has said is saying is said قبل ما تحل ركز معاه في الاسكران دي عشان اسكران مهم مقوي ومعظم كناسية كنا خدنا قبل كده في unit 8 في الوحدة التامنة لما كنا منتكلم على passive خدنا فيه صيغة خاصة كده او حالات خاصة لتكوين جملة الباسف ركز معاه بقى في الصيغة التالية في المبنى المعلوم لما اجيب لك الفاعل واجيب say او believe او think او expect او hope او complain او claim واجيبه رومزات اجيب له جملة الرئيسية تمام والفاعل طبعا بتصرف حسب الزمن بتاعها لما اقول مثلا هاخد مثال بساط كده ونشغل عليه people say that never earns a lot of money الناس بتقول ان النادى بتكسب فلوس كتير تمام الناس قالت ان النادى بتكسب فلوس كتير الجملة دي اتمام من المعلوم تمام بقى تقف فاعل وجيب say وجيب زات وجيب جملة كاملة تمام طيب الصيغة دي بقى لو عايز اجيبها المجهول فيه التلات طرق طبعا هنقول الطريقة اللي خاصة بالجملة بتاعتنا وممكن هتوقف انت الفيديو وتشوف التلات طرق التانين او طرق التانين التانين تمام نشوف كده في الاول هنا احنا قلنا ايه people say that never earns a lot of money فاقول لك ايه يقول لك it واجيب لك verbo to be واجيب بعد كده said او believe يعني بيجيب الكلمة ديات في الماضي تمام بعدها زات وجملة الرئيسية الجملة اللي فوق هي بتقول لك ايه people say that never earns a lot of money هيحولها مجهولة ازاي it is said that never earns a lot of money الجملة ما تغيرش فيها اي حاجة خالص بيطرقة تانية هنا تمام كده ممكن تقفى في الفيديو وتشوفها يا جماعة الطرقة التالتة بالمناسبة يقول لك ايه a lot of money is said to be earned by nada يبقى الطرقة التالتة باديقت المفحول الجملة الرئيسية وجبت بي وكملت وعند طريقتين يجيبهم مدرع ومستقبل يجيبها ماضي وهنا نفس الكلام في النقطة التانية بجيب على الجملة الرئيسية تمام دي احد الطرق في التحويل المجهول ونقطة اللي غصبنا النهاردة it is said that نرجع لجملة بتاعتنا بقى فلما يجي يقول لي it not that محمد صلاح has renewed his contract with liverpool recently يبقى it ايه طبعا لو جبناها مجهول يبقى it is said that زي ما قلت من شوي تمام number 14 he doesn't mind هو لا يمانع approach for a long time to get money نعم نوعب لكده نكلمة mind بيقى وراء ايه بيقى وراء جيران very close energy يبقى traveling تمام number 15 when you regret doing something you know what it ولكن لما تندم على فعلي شي يبقى انت ايه انت بتندم على فعلي شي خليباك regret ولا ينجي يعني الحاجة عملت يبقى المفروض ما كنتش عملتها تمام كده يبقى خليباك الحاجة عملت يعني ماضي فبالتالي هنا يعني انت كان لاجب ان تفعل اذا كده جايبك انت مجهول ما ينفعش طب طب طبعا أي صغة مزبطة مش هتنفع فبالتالي هتبقى صغير منفية يعني كان لا يجب ان تكون بفعل هذا الشي انما هقول كان يجب في بي و سي ما ينفعش تمام يبقى تمام تمام كده لو واحد ريح المحل مثلا او المخبز بلو انت عندكم خبز يعني انا ما بطلبش خبز انا بسأل الاول عشان اطلب بعد كده عايز كمية دي فبالتالي اذا سؤال استفهام نمبر ناين لما تم اخبارها عن نجاحها شي نقاط خلي باك بقى دي اطماضي بسيط في المبنى المجهول تمام فإن اعايز قولك لما تم اخبارها بنجاحها انا عايز بعمل استنتاج بقى طب يطرى الاستنتاج هنا لازم ان ما يكون بكلم على استنتاج ركز في حقتين هل استنتاج في المدارع ولا في الماضي لا في الماضي يا مصر عشان بقولك تم اخبارها ادو المقطة طيب الاستنتاج في الماضي ده هل ده قوي مبنى على دليل قوي ولا مبنى على دليل ضعيف لا هنا مبنى على دليل قوي يعني بقولك لما تم اخبارها بنجاحها طبعا هي سعيدة يبقى اكيد كانت سعيدة مبين ايه وبي غلط عشان دول استنتاج في المدارع تمام يبقى كانت هافين ولا ما استهافين طبعا لتر دي يبقى must have been يبقى هي أكيد كانت مصرورة نمبر 10 we can't decide which of the two flats to stay at يبقى كده فينا في الستوب قبل النقط يبقى كده فينا في الستوب يبدأت جملة جديدة of them are small بقول لك احنا مش عارفين نقرر يعني يعني هنعد في الشقة الهين فقال لك نقط of them are small مبدئيا كلمة every غلى ليه لأن every ما بيجيش ورها off يبقى تطلع دي بره تمام طبث ولا each طيب خلي بالك لو قلت each of them المفروض يجب بعد each لما أجيب ورها اسم طبعا بجيب each of أجيب ورها اسم جمع بعد كي يبقى فيه هنا فعل مفرد يبقى مفروض each of them is مش are إذن أندي برضو غلط طب two of them المفروض لو جبت two فاولة جملة أنا عندي في حاجة اسمها two صفاته مصدر وهنا مش القاعدة بتاعتها خالص ومنها تبقى هيها تبقى both of them بقول لك أنا مش قادر أكرر الشقة الهين اللي هاعد فيها كلا منهم الاتنين يعني are small صغيرين تمام نمبر 11 there is not juice for everyone to drink we must buy someone أو some at once أعزو لك العصري اللي موجود بالنسبة يعني إيه هل هو أليل بالنسبة للناس كلها ولا يكفيهم إحنا يجب علينا نحن نشتري البعض حالا إذن هو مش كفاية تمام بعد كده طيب واحدة واحدة بقى لو أنا هنا أنا عايزك تركز بس في القادة شايف كلمة to diet دي جاء وراء مصدر تمام فإنما قلت هنا there is such little juice طب فين ذات لأ طب there is so little juice برضو فين ذات مش موجودة طب little enough يعني قليل كافي وما أنا نجيب ليه بقى لأ ده هنا تبقى too little خيباك بتفتخر القادة بتاع ايه بتاع two صفة two مصدر اللي هي جدا لدرجة أن لا لما قلت لك مثلا the tea is too hot to drink مثال مشهور قوي الشاي ده سخني جدا لدرجة أن أنا مش قادر أشربه يبقى I can't drink it نفس الكلام there is too little juice for everyone to drink يعني العصر لدرجة أن ميحدش هلا يشرب عصر أصلا يبقى احنا لازم نشتري حالا بعض العصر يبقى too little تمام number 12 I am bored لك أنا شاعر بالملل we not go for a walk طب بالوقتي I am bored وحط نقطة هنا إذن هو عايز يعمل الاقتراح طيب الاقتراح هيبقى إيه طبعا هذه بقى هنا كلمة could ليه يا مصدر احنا خد لو انتم فاكرين في الوحدة تقريبا كيتولوحد الرابعة تمام تقريبا صفحة 273 كنا خدناها بكده في في الاسكرينات بتاعة في الانتحانات اللي فاتت قلنا ان احد وسائل الاقتراح احنا عندنا فيه طريطين الاقتراح فيه ممكن اقترح باستخدام سؤال زي بتاع why don't you what about how about وصفحة الوصول على طول 273 كان فيها ازاي تعمل الاقتراح باستخدام جملة وقلنا من ضمن الجمل ديت ممكن اقول كان او should او could واجب وراهم مصدر ودي برضو الاقتراح يقول لك انا شعر بالملل يعني مات يلا بينا نخرج نتمشي بينا could تمام number 13 her last poem اخر قصيدة عندها نقط last year made a great success عملت نجاح ايه عظيم was published published which published publishing واحدة واحدة بقى لو قلت her last poem was published last year made كده انا جبت فعلين في جملة واحدة وقلت ما غلط طب published ولا which published افكرك لما قلنا في صفحة مي او في صفحة تاريان يا ربي 319 ايوة 319 unit 11 كانت الواحدة اللي 11 لما كنا بنتكلم على ازاي نحزف كانت الواحدة خليباك الواحدة اللي كان فيها قاعدتين القاعدة اللي تهمين فيها اللي هي بتاع ضمائر الوصل which where when تمام الاسماء الموصولة يعني تمام وقلنا انه في حالات حزف ضمائر الوصل افتكروا معاه قلنا لو كانت جملة معلوم تمام كده بحزف ضمائر الوصل والفعل اللي وراه واجيب الفعل زي كلمة مثلا فيه اي نجي لو كانت معلوم طب لو كانت جملة مبنية للمجهول بشيل ضمائر الوصل بشيل اللي معاه بجيب التصريف التالت زي الجملة اللي عندي يعني طب اصل الجملة عشان تأكد كلامك طب اصلها يبقى القصيدة الاخرانة بتاعتها التي تم طبعاتها العام الماضي او نشرها العام الماضي يبقى انا اصل الجملة اللي اصطبوهم ايه which was published فانا احزف which واحزف was هيتفضل عندي ايه published يبقى كده اللي اجابة بتاعت صح تمام نمر 14 I regret him the truth he was very angry when he knew ولكن انا دمت على اخباره الحقيقة لو كان زالان جدا لما امعرف اذا انا اخبارته احنا قبل كده ان في افعال مع اختلاف المعنى زي كلمة لو قلت غير معناها ان الحدث تم خلاص خلاص يعني بقول انا باندم على اخباره الحقيقة اذا انا اخبرته تمام فهو كان زالان لما اعرف اذا هنا تبقى لكن اما اقول أنا باندم ان انا هاخبرته اذا انا لسا ما اخبرته تمام يبقى ندمت على اخباره دي حصل فعلا نومر اختفاء الرجل الثري او الغني يعني كان موضوع غامض ومبهم لكن اعتقد خبابة لما الموضوع هو غامض ومبهم فانت معندكش معلومة فانت تعمل استنتاج طبعا ما بنى على دليل ضعيف ولا دليل قوي طبعا ما بنى على دليل ضعيف تمام اذا كلمة مست غلط طيب الدليل ده هيبقى في المضارع ولا في الماضي لا المفروض هنا هيبقى دليل في الماضي تمام هيبقول لك اختفاء الرجل ده حاجة مبهمة اعتقد ان هو هو عايز لك تخطف اذا كلمة غلط وهنا كلمة غلط تمام طيب وهنا may be kidnapped ده هنا اجابها لك مبني منك جهول مش هتنفع برضو اذا هتبقى might have been kidnapped لانه قلنا الاستنتاج المبني على دليل ضعيف في الماضي بيجيب may or might or could تمام واجب have واجبت اصريف تالي طب لو ما جهول بزود been من عندي يبقى might have been kidnapped يبقى الرجل ده اكيد تم اختطافه number 16 هي نقط وحطي هنا نقطة تمام هزولك ان هو يعني احضر او ام ام بعملية الشوبينج الواحد ويعني معنى الكلام ده ان شخص تاني املوه بالعملة دي اذا ان هو معلاش لوحد خلي بالك عشان اوضح لك برضو ده القاعدة بتاعت السببية اللي هي unit 6 كنا اخذناها تقريبا في صفحة 423 لو انتم فاكرين اما قلنا ان عند السببية ان كنت تكون في المضارع او في المعلوم يعني او المجهول تمام لو كلمنا على زمن اللي عندنا زمن اللي عندنا مضارع تام وقلنا قبل كده لو عايز اتكلم مضارع تام في السببية اول حاجة في المعلوم قلنا بيجيب حول حاجة اسمها مفعول لاجل عشان برضو ترعرفه يعني ايه السببية سببية يعني بخلي حد يعمل لي الشيء ده تمام فانا بيتعامل الحاجة من اجل انا يبقى نبدأ انا اللي أبدأ بالجملة يبقى بداية جملة فهم مفعول لاجل ليه بيتعامل له الشيء يعني تمام بعد المفعول لاجل ممكن تكتب عندك الملاحظة دي مفعول لاجل زائد هاز او هاف زائد فاعل زائد مصدر ده لو كانت معلوم طب لو مجهول هقول لك مفعول لاجل هاف او هاز اجيب مفعول واجيب تصريف ثلاثة بداية مجهول طيب دلوقتي بقول لك شخص تاني امله بالشوبينج تمام اذا دلوقتي ده مبني المعلوم عشانا هتكلم عن الان بالشوبينج نفسه يبقى لك يعني هو تم يعني عايزو لك هو احضر الشوبينج من اللي جاب له الشوبينج معنى كلام ده ان شخص تاني امله بالعملية اللي هو ابن يعني يبقى هاز وجاب لك بعدها المفعول وجاب بعد كده تصريف ايه ثالث يبديت مبني للمجهول تمام بدل جاب لي بعدها زهاف مفعول يبديت مجهول يبقى وراءة تصريف ثالث مش مصدر وبكده وصلنا لاخر حلقاتنا النهاردة ان شاء الله انتظروا لنا الفيديو القادم ان شاء الله عن مراجعة الرايتينج سكيلز يريت لو عجبت الفيديو ما تنساش تعمل لك الفيديو وتشارك في القناة وتفعلك جراز علشان توصلك للفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس علمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته